ومن بغداد أيضا معنا ضيف نشرة المسائل هذا اليوم النائب الدكتور موافق الرباعي القيادي في التحالف الوطني دكتور الرباعي أهلا بك أهلا بك ومرحبا أهلا بك يعني إحنا رح نتحدث عن المشهد السياسي لكن قبل ذلك دعنا نتحدث قليلا في البدء عن مسألة زيادة رواتب عضاء البرلمان ما حقيقة هذا الأمر هل هناك زيادة بالفعل أم لا أنا الحقيقة اليوم أول مرة سمعتها من رئيس مجلس النواب في بدء الجلسة النيابية في بدء جلسة اليوم وكانت فيها تفاصيل فنية كثيرة ولكن دعني أقول لك شيئا أن موافق الرباعي النائب منذ 2003 ولحد الآن كل الرواتب التي أخذتها من الحكومة العراقية ومن مجلس النواب لم أصرف ولا فلس على نفسي إنما صرفتها على فقراء بغداد هاي مسألة المسألة الثانية عندي سيارة وحدة مترقة هذه السيارة المصفحة اللي هي مع الحكومة العراقية وإن شاء الله أرجع لهم إياه والشيء الآخر أنا ساكن في بيت المسؤول الوحيد في الدولة العراقية الذي يدفع إيجار لبيت يسكن منذ 13 سنة أدفع إيجار ألف دولار شهريا ولم أذهب في أي سفرة يعني البطاقات السفر لم تدفعها للدولة العراقية ولا مجلس النواب منذ 14 سنة من الآن ما ذهبت إلى أي مستشفى وتداويت على حساب الدولة العراقية أو على حساب مجلس النواب فلذلك أنا في غنى وفي منأة عن هذه القضية طيب الحمد لله دكتور الربيعي الآن دعنا نتحدث عن المشهد السياسي العراقي هناك حراك مكثف بين أقطاب العملية السياسية أنتم تلوحون بخيار الأغلبية والحكومة المركزية رغم ذلك هناك معارضة من جهات مختلفة ربما حتى من داخل التحالف الوطني إذن لماذا يعني متمسيكون برأيكم بهذا الصدد أنا أعتقد أنه العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن يعني خلال الـ 14 سنة الماضية مرت مطبات كبيرة جدا وحدثت فيها أخطاء ومثالب وإخفاقات كبيرة جدا طبعا إضافة إلى الإنجازات العظيمة التي حققتها هذه ولكن الإخفاقات غطت على الإنجازات لأنه مثل ما واحد مثلا يعني عناع بمجموعة من المئة بيضة وبيضة وحدة مثلا فازدة رح تخرج ريحة هاي البيضة الفازدة وتقرب على الأخرى فلذلك نعتقد أنه صار عد أبناء شعبنا نوع من نوع الإحباط النفسي وعلينا أن نصلح العملية السياسية إصلاح جذري هذه الدولة العراقية التي بنيت في الـ 14 سنة الماضية تحتاج إلى إصلاحات جذرية راديكالية حقيقة في القضية السياسية في الأمنية في الاقتصادية في الإدارية في الثقافية في الإعلامية في كل مناحي الحياة التي واجهها الإنسان العراقي فلذلك الطريق إذا تركنا المسألة إذا تركنا القضية كما هي ينحدر تنحدر هاي إلى الهاوية وتذهب التضحيات كلها وإذا تركناها كذلك يمكن أن هناك احتمال أن يصير انقلاب عسكري والانقلاب العسكري أعتقد أنه ما يصير لأنه مراكز القوى متعددة الطريق الوحيد لأن هذه العملية تنعكس وتبدأ تصعد مرة ثانية ونسيطر على الاقتصاد وعلى الثقافة وعلى السياسة وعلى العسكرية وعلى الأمنية هي من الحكومة الأغلبية السياسية ودعني يا سيدتي أقول شيء الأغلبية السياسية لا أقول للأغلبية المذهبية ولا الأغلبية العرقية يعني مو حكومة العرب ضد الأكراد ولا حكومة الشيعة ضد السنة إنما الغالبية السياسية داخل الشيعة تتعالف مع الغالبية السياسية الأغلبية السياسية داخل السنة وتتحالف مع الغالبية السياسية داخل الكرد وتكون أغلبية وطنية مريحة مثلا 200 عضو مجلس نواب يدعمون الحكومة والمخرجاتها رئيس وزراء قوي وغير متردد نعم لكن هل هذه التسوية بين مختلف الأطياف ممكنة فعلا؟ يعني الوضع السياسي في العراق الآن يعيش نوع من الاقتتال إن استطعنا تسميته بذلك هل وسط هذا الاقتتال السياسي يمكن أن تخلق تسوية فعلا؟ نعم أعتقد أنه جدا الخروج من هذه من أزمة نعمل تسوية سياسية تعالوا نعمل تسوية تاريخية تعالوا نعمل مصالحة وطنية لا هناك ثلاثة أنواع في البلد إلي أن بغي أن يكون الأغلبية السياسية تحكم الأغلبية السياسية في البرلمان تفرز رئيس وزراء قوي ووزراء هو يعينهم هذه الحكم وهناك هذه الموالات وهناك مقابلها المعارضة هم كذلك مئة عضو مجلس نواب ويشكلون حكومة الظل والذي يحمل السلاح ضد الدولة ليس معارضة سياسية يحمل السلاح ضد الدولة الدولة تتعامل معها خارج عن القانون إرهابي مليشيا يعني منظمات مسلحة ما سميها ما شئتي ولكن هؤلاء خارجين عن القانون يصير نعم هذه الموالات الثلاثة التي يصير التي يعدهم بالشأن السياسي الذي يحمل السلاح هذا إرهابي وخارج عن القانون ومليشيا والذي يعارض بالبرلمان أهلا وسهلا والذي يحكم يحكم وظهر مسنود الآن مثلا الانطباع عن الأخ رئيس الوزراء أنه ضعيف وأنه متردد وحكومة غير مستقرة لأنه ما عدا أغلبية سياسية بالبرلمان لو عدا أغلبية سياسية بالبرلمان ما عدا مشكلة تعمل كل القرارات حتى الذي يقبل من يقبل والذي يرفض من يرفض هذه حكومة صغيرة قوية تمسك البلد تقدر تقعدنا على أكراد وتقول لهم هناك خمسة مشاكل بيننا وبينكم يا أكراد تعالوا بين بغداد وكردستان شون عدنا؟ عدنا البيعش مرقة عدنا الحدود المتنازع عليها عدنا المنافذ الحدودية عدنا كركوك عدنا الموازنة 17% عدنا النفط والغاز هذا تعالوا نتفاهم عليها إذا حكومة قوية إذا حكومة ضعيفة وتنظر إلى خلفها ما رح تقدر تعقد أي اتفاق مع أي جهة طيب ألا تخشون من يعني انفراط التحالف الوطني في حال تمسك الطرف الآخر ضمن التحالف الوطني بموقفه يعني ألا تكون هناك تحالفات جديدة ربما تنقلبون إلى معارضة أنتم هذا لا يضر إذا صرنا نحن الأقلية نصير معارضة ولكن دعني أقول لك شيء التحالف الوطني بركنيه الأساسيين الآن اللي هو تلاف دولة القانون والمواطن متفقان على حكومة الأغلبية السياسية الحكومة الأغلبية الوطنية هذه ما عدنا مشكلة بها عبدا لعله التيار الصدري اللي الآن هم خارج خارج التحالف الوطني عدهم وجهة نظر أخرى نحترمها ولكن ليبقوا في المعارضة ما في مشكلة أو إذا يقدرون يشكلون الغالبية فأهلا وسهلا يحكمون تغيير يعني تتوقع تغيير بخارطة التحالف السياسية مستقبلا أنا أتوقع أنه التحالفات السياسية بالمستقبل يجب أن تعبر الحدود العرقية والمذهبية وتسوي حكومة أغلبية سياسية على عموم الوطن من الكرد والعرب والسنة والشيعة ولكن الغالبية متفقين على برنامج حكومة واحد هذا رئيس الحكومة يعطى هذا البرنامج ويقول أروح طبقها عندك أربع سنين وإحنا وراك مو ألعان مثل الآن الوزراء ما معينهم رئيس الوزراء الوزراء معينهم رؤساء الكتل ومعناها شنو؟ معناها الوزير يصير تحت أمرت واحد تحت قيادة رئيس كتلته نعم ويعطى رئيس كتلته العقود والفساد ويغطيله ويدافع لرئيس كتلته لأنه مدام وزير فاسد ومفسد نعم إذا فعلا رئيس كتلته مالته دكتور حكومة الغلبية السياسية ما تصير طيب مشروع المصالحة والتسوية السياسية شهد بعض العرقلات من يتحمل المسؤولية برأيك؟ الكل يتحمل المسؤولية سواء أنه الذي في الحكومة وفي البرلمان وخارج الحكومة والبرلمان وحتى في المعارضة المسلحة إذا صح تعبير المسلحة لا توجد معارضة مسلحة في البلاد الديمقراطية ولكن الكل يتحمل المسؤولية مع الأسف كل اللوم يقع على ممثل المكون الأكبر الذي هو التحالف الوطني لأن التحالف الوطني منذ 2003 ولحد الآن ما عنده رؤية مموحد ما عنده رؤية موحدة اتجاه القضايا الكبرى المصيرية لتواجه البلد ما طور قضية مثلا رؤية موحدة اتجاه قضية كردستان ما طور رؤية موحدة اتجاه قضية الطائفية القضية الطائفية ما عنده رؤية موحدة اتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران ما عنده رؤية موحدة اتجاه المملكة العربية السعودية اتجاه تركيا ما عنده رؤية موحدة اتجاه الانتماء والهوية العراقية الجديدة يعني ما زدنا نحكي عن العلاقات الخارجية كل اللوم يقع على التحالف الوطني طيب إذن العراق يعيش أزمة كيف يمكن أن يخرج العراق من هذه الأزمة هل أنتم مع مؤتمر دولي وهو يعتبر أحد الخيارات المطروحة للحل خصوصا بعد زيارة الوزير السعودي للعراق نعتقد لأنه يعني العراق الآن بلد ديمقراطي حر وفدرالي لا نعتقد أنه بالوصاية الدولية ولا نعتقد بالتدخل الدولي لأن التدخل الدولي معناه أنه تدويل المشاكل العراقية لبنانة المشاكل العراقية يعني لا نريد مؤتمر طائف ثاني ولا نريد مؤتمر الدوحة ثاني مثل ما موجود في لبنان نريد عراق العراقيون بينهم يحلون مشكلتهم وأجيب لأمثال كل جدا بسيط يا أخي وأنا أعرف أنه مشاهديك الكرام لعله الكثير منهم من المجتمع العربي السني الكريم من أبناء المناطق الغربية الكريمة أنا أقول العرب السنة عندهم مشكلة في بغداد مع الحكم في بغداد صحيح لولا؟ نعم تفضل حل المشكلة في بغداد المشكلة من بغداد وحلها في بغداد حلها مو في طهران ولا في اسطنبول ولا في القاهرة ولا في عمان ولا في مكة لكن دكتور لحد الآن وبعد كل هذه السنين لم يشهد انفراجا في الأزمة سياسية فلذلك عليهم أن لا ينظرون عبر الحدود طيب لماذا لم نشهد أي انفراج سياسي لحد الآن بعد كل تلك السنين الطويلة يعني لا في بغداد ولا في أي محافظة عراقية أنت على حق يا أخي تريد الجواب بشكل قصير بسبب أنه بعض الشركاء بالوطن شالوا إسلاح علينا ولا زالوا شالوا إسلاح علينا بأشكال مختلفة الشركاء الآخرون مدوا رجليهم أكثر من نسبتهم التعامر الإقليمي المستمر لا توجد دولة في الإقليم من محيطين في العراق إلا ولها مشروع في العراق ما عدا غياب المشروع الوطني العراقي ما موجود إلا القليل الآن الشيء الآخر الوضع الدولي كان الاحتلال بين رجلينة 9 سنوات 10 سنوات بين رجلينة نعم لكن والنخبة الحاكمة التي جاعت بعد 2003 هذه النخبة تلعب بها ناس فاسدين وناس فاشلين وناس طائفيين وناس حزبويين ينظر فقط لمصالح الشخصية والحزبية الضيقة أو الطائفية الضيقة نعم يعني أنت ذكرت دكتور أنه أحد أحد الأسباب أن يعقموهم هؤلاء دكتور أحد الأسباب ذكرتها أن الحكومة العبادة هي حكومة ربما ضعيفة هل هذا هو سبب آخر باستمرار أزمة العراق؟ أنا لم أقول أن الحكومة ضعيفة أنا قلت أنه الانطباع عن الحكومة الحاضرة وعن الأخ رئيس الوزراء نعم أنه ضعيف ومتردد هذا الانطباع ولكن ما معناها أنه هذا يعني حقيقة القول نعم طيب دكتور يعني ما السيناريو المتوقع في الأيام المقبلة ونحن يعني ربما إذا نشهد مثل ما قلتنا كفساد ومسألة نظام المحاصصة السياسية الذي ذكرت بأنه جرثومة في جسد العراق ما هو البديل إذن؟ البديل هو أنه يكون رئيس وزراء قوي بالتعبير العراقي بالشرجية يسمونه أخخته يرفع الراية والآخرين يرقضون وراءه وعده مشروع وأكوميتين عضو مجلس النواب يدعموه والباقيين خليه عرضوه ما عده مشكلة فما خايف ما يلتفت للوراء إذن رئيس الحكومة ضعيف الآن وقرارات اقتصادية سياسية أمنية قوية وفاعلة يعني الآن لعبادي ضعيف برأيك إذن هل تسمعوني دكتور الرباعي؟ أعتقد هناك خلل ربما أو مشكلة في الصوت على أي حال أيضا النائب الدكتور موفق الربيع القياد في التحالف الوطني شكرا لانضمامك إلينا